الشغط الثاني بين الاهل والمقاولون بدأ الاهل الشغط الثاني بنزول طهر محمد بدلا من كهرباء وحوال الاهل زيارة شباك المقاولون لكن دون جدوى بسبب العشوائية التي ظهرت في اداء الاحمر حيث لعب بدون تركيز في الشقة الدفاعية وكذلك الهجومية الامر الذي افقد الفريق خطورته بشكل واضح ودفع مسماني بمروان محسن ومحمد شريف بدلا من بوالياد وسجل طهر محمد طهر الهدف الاول للاهل في الدقيقة الستين ووصل الاهل سيطرته على اللقاء ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة سبعين بعدما احسنت تعامل مع كرة عرضية من ناحية اليمين وسدد افشا كرة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات وصل الاهل سيطرته على اللقاء ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني لأحمر في الدقيقة سبعين بعدما احسنت تعامل من كرة عرضية من ناحية اليمين واشهر محمود داناجي حكم المباراة بطاقة انصفراء لحسين الشحات للخشونة قبل ان يشارك صلاح محسن وعمر السلية بدلا من ياسر ابراهيم وحسين الشحات الضغط الاهلاوي تواصل مع نزول طاهر وشريف ونجح محمد مجد افشا في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 واستمرت السيطرة الاهلوية مع تراجع المقاولون الذي اعتمد على لعبته الشهيرة بالهجمة المرتدة والتي سجل منها هدفين وسدد مروان محسن كرة قوية مرت بجوار القائم واشهر الحكم بطاقة انصفراء لعمر السلية لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بسلاسة اهداف لهدفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة